السلام عليكم يا عطيكم العافية انا قلت لكم ساعة الساعة اللايف بس قد ابدأ قبل بعض دقائق حق اللي موجودين حياكم الله سؤال يا زعاج ترى عندي ليها الموجودين بالبيت وقال لعبون قيم هذا اللي اللي لدي عيال لعبون قيم هذا وضع بالبيت صافوا نعم اخباركم تمام اي سؤال عندكم ايش عندكم اليوم في موطور بايد حلو راح نتكلم عنا في ناس تكلموا عنا بشسنة بحساس ما تكلموا عنا باللي راح يصير بعدين مش على النعم والنعم فيه بس والله ما عارفة بس والنعم فيه نعم نعطيكم العافية ادري بعد شوفي مباراة ساعة عشر برشلونة حق البرشلونية بس ناقل قبل مباراة سنقعندش مولو برشلوني يروح يطالع بعدين مولو برشلوني يروح يطالع من الروح مولو برشلوني يروح يطالع من الروح ما يحدث أنه لا يوجد شيء في السكن الخاص مسموح يعني شيء تجاري سكن خاص، لا يجب أن تضع فيه شغالات تجارية البرج يعتبر تجاري، يعتبر مخالف من هل ناحية هذه لكن هناك شغلة رئيسية أنه عندما تدخل الأبراج، أنت لديه شغل غير البيوت فهنا كلنا ساكنين ببيوت أجار صح؟ أطرد الناس من البيت، هل تستطيع أن تطرد الناس من البيت؟ لا، لا يحدث، لأنه لا يحدث أن تضع الشغلة هذه فالوزارة، بعد ذلك سألني سؤال هذا، دعنا نشرح هذا، بعد ذلك فالي يحدث أن الوزارة استندت إلى هذا الموضوع وشالت البرج هي لم تتكمل عن الصحة لأنه لا يوجد شغل بالصحة والذي يقوم بها هي الكهرباء أو البلدية يعني لا يوجد شغل بالصحة نهائيا فالذي يحدث أن حملة فقط للشغلات المخالفة فالشغلات المخالفة تلوح لها الشي قعد وهم بدأوا أول شيء بالجليب لأن منطقة عزاب وبدأوا أبعاد عن الناس، فقالوا نقدر عليهم فراحوا لهم أول شيء، وشوفوا ردة تفعل الناس اللي يحدث أن استغربت من الناس ويستهلون، ويستهلون، ويستهلون باتشر لايف هذا ما رح تشوفه باتشر أنت، اللي قاعد تكتب يستهلون، أنت ما رح تقدر تكتب يستهلون لن يبطل معاك الانستغرام فهي سالفة نحن نحتاج يقول لك، دعي الشركات يدورون بديل، أعطني أنت بديل، ليس شركات الشركات، هذا الموجود في العالم كلها، الكل يضع أبراج بكل مكان بشكل مكثف لكي يأخذون هذه السرعة نحن نحتاج بكل فريج يكون لدي برج أو برجين يعني كل الشركات تضع لها برج بكل فريج أنت يا أصحاب البيدي، أعطي من العافية، لا أقول لك أن تعمل ولكن أنت تستهلون البيدي لديكم إمكانية تضع لهم بكل فريج في مكان الأبراج لا توجد إمكانية هذه كما أنتم لا توجد إمكانية هذه لماذا تعمل هذه فأنا نحتاج بيتي لتضع برج الثاني شغلة تضع برج فوق البيت أولا استفيد من طول البيت ثاني شغلة يحدث أن أنا أربح رائع البيت فأنا نضعه فقط دقيقة خمساكر الصوت فأربح رائع البيت على الأغلب وأنا تكلمت مرة قبل أن أضعه على شسمة على سالفة شسمة أضعه بالمسايد أضعه بالمنار المسايد لكن الناس قالوا لهم لا أريد أن تشعر بسالفة أي كناس يقول لهم سالفة دينية ومعنى ترى ما لدي شغل عندما تضعه بالمسجد الدفع المبلغ القادية للأوقات ينصرف على المسجد التعديل والتشجيع والفاعل في المسجد فهذا يحدث أن يا جماعة الأبراج ليس خطرة ليس بخطورة التي يستطيعون فقط أعمالية هل يحدث أو لا يحدث ماديا ولكن ليس أكثر حسنا في البراحة لا أحد يقول لك لا في البراحة قريبا على بيتك بس بيوت الناس أنا بيتي في نصف الفريج لا يوجد براحة دائما داري كيف هذا الفريج ما شاء الله فريج يعتبر فريج عماير كلهم أجرين في فوق الف واحد في الفريج واحد إذا عايش بألف واحد في فريج واحد كيف تحلها؟ قل ليها فلا يوجد الحلول كلها فكرة فيها الشركة ثلاث حاتي أرى واحد اسم سعود صفار أخي سعود قل لي أنت بأمريكا وتابي إنترنت والله أنا لم أعشت بأمريكا أكون صريحا معك فلا أدري شمال الباقات الموجودة ولكن أتوقع الفايبر لديهم قليلا حاول أن أخذ الفايبر لأن المتنقل لديهم غالي حاول أن أخذ الباقات الفايبر وإن شاء الله تكون لديك رخيصة إن شاء الله عن قريب سأكون جارك كيف يوجد هناك سؤال سأرى بعد ذلك وأرجع لكم مرة أخرى واحد سأرى سؤال قال لي ماذا؟ قلت لي سألني بعدين راوترات ماذا تريد أن تبيع راوترات سعر مناسب راوترات سعر مناسب سعر مناسب لا يوجد سعر مناسب لا يوجد ماذا تريد سألني بعدين إستغرام سألني على انستغرام سألني عن هذا راوترات مناسب لا يوجد قلت لك سعر دي اس دي اس دي اس ال سبيد تست ما هي دي اس ال دي اس ال اوكي لا سألني لا ما قلت لك فايبر ليس دي اس ال الناس يضيعون بين فايبر و دي اس ال شوف الشركات ترى على الفكرة بهذا الموضوع خاصة بسلفة النت الشركات والله معاكم باتشر الشركات اللي ان شاء الله منهم الابراج انت راحت تدقى الكلس انتوا حرامية انتوا قادت تأخذوا منه هما قادت يباعوا لك 5G انت راحت تشتكيته وشارك شهالة البرج ما لا يشغل فيك انت دافع شراك ناقم ناقم انت سبب المشكلة جيرانك سبب المشكلة اللي راح يشتكو فالشركات قد تضعوا لك سلوشن قد تضعوا لك حلول في واحد مثلا يقول لي عطني حل غير ان يضعوا لك ما يسوي لك يضعوا لك درون يعني وين يضعوا لك البرج درون ولا شيء بالضبط فما في حل البلدية كل فريج مفوضة البلدية تدوري مكان كل فريج في محاول الكهرباء المحاول الكهرباء سبب المحاول يستفيدون من المساحة يضعوا مواقفهم أو يسمونها الجزيرة بكل فريج يضعوا مواقفهم تستطيعون ما هو المواقفكم وضعوا الأبراج هناك لا تستطيع ففي أنك لا تستطيع دعوة البلدية يستطيعون يغطي لا يوجد شيء راوترات 5G راوترات 5G ترى أسعارهم حاليا لديك البرو 3 تجدونه 60-70 ديار مثل إذا كنت مكفول تجدونه هذا السعر ليس مكفول 90-98 هذا ليس مكفول البرو 2 لا يوجد لدينا المال السعودية في الكويت و المشكلة أنه لا يوجد قانون يحمي الأبراج مثل نقول القانون منه يجب أن يقوم بعمل قانون ليس الدولة ليس الدولة ما يجب أن يقوم بعمل مجلس الأمة مجلس الأمة لدينا لاهي بشغالها الثانية هو المشرق الذي يصدر القواني منه مجلس الأمة ترى ما لديه شغل للدولة جماعة كلها تقولون حكومة الحكومة حكومة تنفذ أنت مستطيع تقول لي والله أنا ما عندي الأبراج هذه ممرخصة لأنه لا يوجد مجلس الأمة فالدولة التي تقوم بعملها أنا أحترم رأيهم ولكن قلت لا تقوم بعملها لأنها غلط لكن لماذا؟ من سبب هذا المجلس الأمة فمجلس الأمة فمجلس الأمة هو نتاج الذي نعمل فيه الذي نعيش فيه هو الذي شرع مصدر القوانين مجلس الأمة لا يوجد شيء آخر لا يمكن أن تضعهم لكن هل تسمح لهم البلدية البلدية لا تسمح لهم ماذا يفعلون؟ تضعهم وليت أكثر من البيت وليت أكثر من البيت فاشتبتوا والماكن البعيدة كيف تغطيهم؟ هل مستخدم؟ لا أحب لا أحب من المستخدم؟ ماذا؟ ماذا؟ لا أحب الفايبر لن يجب أن تضع عدل ثاني شغلت تكلفة الفايبر عالية 5G هو المستقبل للنصفر سوف تقوم بعمل 5G و سوف تقوم بعمل 6G إذا لم تستطيع تقوم بعمل 5G سوف تقوم بعمل 6G من دراسات التي تقوم بعمل 6G سوف تغيرها سوف تجعلها سوف تكون شفافة لأي درجة سوف نحتاج تمديات هذه فتخيل أنت منها لا تقوم بعمل أمورك لا تقوم بعمل هذا الوالد العزيز والغالية هل سوف تقوم بعمل أمورك؟ الأساس مجلس أمه الحكومة تقوم بعمل أساس مجلس أمه أنت لا تقوم بعمل مجلس أمه الحكومة لا تردها نهائياً نحن هنا لدينا انتخابات مقربة نقوا عدل عشان نعرف المنتجات الشراحة تصير معنا فالدولة حد لو عادت تقوم بعمل مجلس أمه ينسف كل حكومة هل سوف تقوم بعمل تعلموا المترجم الزرورة المترجم الزرورة لا تقوم بعمل مجلس أمه هذا المرأة فنحن نتعمل يتأس مجلس الأمه من ناحية ان انت عندك النت ضعيف لاندك النت ضعيف بالغرفة احنا هذا الشغلات من دائما قانت تكلم عن سنتين قانت تكلم عن الشغلة هذي انك تغير مكان الراوتر تحطه بالصالة او شي تسحب لك كابل للغرفة عندك كابل مخفي اعطيك بعض التليفون او تحطه بسطح تحطه موسطح يعني بيت الدرع وبأي مكان زين وسحب لك كابل لاندك ونوصل لكها لكون مملك طيبة على حسب ما عبدالله اصغر حاط انه عنده اللي هو ام سكس نتجير يبقى هو تجرب فيه فتقدون ان تشون على صفحة عبدالله اصغر تشوفون اذا هل هو كان قوي مقوي زين او مو زين فهو شخصي شعفه فراحطيك حلول اكتر هذا مع الامريكا وهذا مع الشي اسمع اوكي اخسونا دليت اساس انه اوكي اذا في سؤال ثاني هم بلغوها عشان ساحطه مهي قادر تمد فايبر حق الغادسي وما رح تمد لكم يا جماعة انت وقعد تقولون تبون فايبر بماضي القديمة ما يصير لماذا؟ لان تكلفته غوية غوية وصارت بالجهرة وصارت فيها مشاكل غوية انه ركبه الفايبر وكله بره بالشارع وما صار ما اضغر يديده ما في احد بالبيت يركب لك الواير وخلاص يمدك له مع السلامة اما انت تلقع بالبيت تبت تشيل السيارات تبت تقول مؤخر و تبت تحفر و تعدل تبت تشيل وتركب مرة ثانية فبس طويلة خلكم على 5G ورايحوا عملكم فلا تنتظرون ان القادسية و النزهة و الصلابخات وش اسمع لكن هذا يصير فيها فايبر ممكن ممكن بيوم الليلة الحكومة تقول لك بنسوي احلى شو الحكومة الشديد مره لا 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 بعد ما رحدت تشوفتك والله سوينا هذا من ناحية الابراج فيا جماعا الابراج هي صالفة مو صالفة صحية شايلوها واللي قاعد يتكلم واللي ناس شطة وشطة وسبة اللي قاعد يتكلم ضد فئم معينة حسنا لا أريد مشاكل لهم انا شخص ابي ابي النت يكون عندي شقار شو لكم الحرب السياسية اللي بناتكم هذة يسوي هذة يسوي هذة يسوي هذة كيفكم انت حلوها بناتكم بس تعمل بعدين حل دائما كل دول العالم تلاقي سياسة شيء يخص الناس يسويونه بعدين يضربون بعض تحت الحزام كيف بس شغلوه 5G في أمريكا راوترات 5G قاعد تتكلم انه يوجد واحدة مثل راوترات 5G Netgear 5G موجود البرو 3 اللي هو 5G مكان زين اسعارهم مترى واحدة لو تروح حول كلها يمكن هذة خمزة يرأى ارخصنا هذة هذة اغرم بس مو اكتر اسعارها واحدة يعني الاجهزة سعرهم واحد تلاقي بالشركات شوي يكون اغلى لان الشركات يحطيك مثلا اللي هو لك حق انك ترجع ويعني فيه شغلات تكون لك فيها حق اما بالمحل تأخذ منه يقول لك حاجين اخذتها مع السلامة وما اقدر رجع لك فيسر عندك راس ويسر عندك في شغلات ثانية هلوه بالحوشان وحاليا معنا الدمج في سالفة واحد قلت لجرب لي اياها دمج عنده اللي هو الفايبر وجرب اللي هو دمج ودمج الشي اسمعني دمج الفايبر مع الفايف جي هو عنده فايبر وعنده فايجي يقول باللعب البنق عندي بنق الفايبر و الفايجي عندي اللعب لعب الشي اسمعني البنق هذا ودوملود الفايجي فكان عنده الواب ممتاز عملية اللي هو ال Link Aggregation من نور من نوركم التوقع عندي يدري شوي بالصوت عرميي لكم أي جهاز بس بالضبط قل لي وانا هذا أتكلم عنه شنو الجهاز تابي طرق عسولف ويتأخر أولا سألقعتين قبل الله أن نسولف فإذا عندكم إذا في شي ما فهمتوا بس كتبوا ليه مرة ثانية عشان نشرح لأكثر إذا ملاحظين هلا يام الظهر لدينا مشكلة مثلا لدينا مثلا البن قاعد يرتفع عندي داوملود قاعد في مشاكل وهذا بشكل عام بل كويت كلها قاعد تصير هذه على كل الشركات قاعد تصير شغلا هذه لأن الحرارة قاعد مرتفعة وثاني شغلا ما أدري بزانا قاعد صبح وثاتي قاعد يدور عسالف هذه بس هل قطع الكهرباء في بعض المناطق أو في بعض الأماكن هل تسبب الشغلة هذه ممكن ما نقول لا بس مو شيء أكيد يعني مو شيء رسمي فهذا اللي أنا قاعد نحرك لحقوق وحاول نشوف صيد إن شاء الله هذي تظهر ليش قاعد تصير معنا وعلى طريق الكهرباء كل سنة انتنا وزارة الكهرباء تقول أحمال قياسية أو إن وصلنا إلى رغم قياسي أكيد أنت كل سنة رحيك رغم قياسي كل سنة قاعد يزيدون البيوت كل سنة قاعد يزيدون الناس كل سنة قاعد يصير استخدام الكهرباء أكثر تقبل الكمبيوتر بس تضع أربع بلاكبو أربعة مع السامة حين حاجة تضع بلاكبو عشرة ما ينكفيك شاشتين وأربعة وخمسة فاستهلاك الناس للكهرباء قاعد يزيد اللي يصير أنت ما يصير تقولي والله أنا أحمال قياسي أنت لازم تخطط حق السنة اللي وراه واللي وراه أنت شايف الناس قاعد يصيرون مو أخطط على حسب ما أنا أبي أخطط على حسب الناس ما قاعد يصير معهم فالكهرباء سيصير فيها تزايد كبير فنحن لازم نتدارك السالفة يخي نستفيد يا أخي من حرارة هذا كلما طلعت بمظلة يا أخي شمس حرارة طلعت بمظلة طلعت بمظلة حالي حال أي حتى مظلة عجيز القذبة بعد مظلة حرارة فالحرارة هذة ممكن تولد لك طاقة يا أخي يستفيدوا من حرارة أنتوا عندكم ما يسمى عندهم مركز الأبحاث ما قاعد يسوون؟ قاعدين بس نايمين مركز الأبحاث سوونا شيء استخراج الطاقب قاعدين بمظلة حرارة يعني أنا بالحرارة اللي عندي أقدر سوي طاقة كبيرة طاقة مهولة بالصيف كلها أصلاً أوفر على نفسي سابة الكهرباء اللي موجودة السفيد أصلاً من الحرارة اللي عندي فمركز الأبحاث حبابي يا جماعة يعني ما قاعد يسونا هناك لا تغربوا تسووا شيء تكرروا أنتوا المفروض يعني بالكويت عندنا عندنا أماكن معينة بس ما عندنا أحد اللي قاعد يقول فيه عندنا مركز الأبحاث إذن حكو مركز الأبحاث موجودة بس كاشخة تمشى فيه ومسكه قهوتي تمشى فيها حجي يشتغل سوو شيء هذا الطاقة الشمسية طاقة الشمسية طاقة الشمسية لن ناخذ منك نشتري من عندك هناك حركة هذه موجودة حركوا الناس خلي الناس يسوون خلي الناس يشتغلون بشغرة هذه مثلاً عندك شجع الناس قلوا الله اللي يحط مثلاً ليشتري الطاقة الشمسية تعالوا خذهم عندنا مثلاً من تمويل بسعر معين مثلاً حركوا الناس يسوونه مفوض لو تحل مشكلة كبيرة 5G نستقبل 5G نرى ماذا 5G تطور ولكن إذا لم تشغلوا الأبراج نحن نتطور عندما تشغلوا الأبراج الشركات ستضغلوا برايك دعونكم إذا البلدية والكهرباء يضغطوا على الشركات وشغلوا الأبراج الشركات ستضغلوا برايك وإذا تضغلوا برايك نحن أين كنا؟ كذلك نحن كنا خامس دولة بالإنترنت وكنا من الناس وكاننا نقايش وكاننا حتى السعودين تعلمون عندنا الأمريكان تعلمون من الخليج شوه لأي درجة يحصلنا بالـ 5G سنكون ما ماذا؟ حالنا حال مدينة ترفيهية اللي كانت الكويت عروسة وكان ناسيون حق المدينة الترفيهية وين راح تنينة ترفيهية؟ قاعن صفصفاء فإننا راح نصير نفس الشيء إذا بشغلوا الأبراج ما راح تشوفوا نصلوه أصلا أنا ما راح أكون موجود لأن ما كفايدة لأكون موجود لان احكي سوال فعنه ثاني شغلا اللي هو ما راح تشوفون احد راح يهتم بنت عندك راح يقول لك الله مع السلامة دبروا امركم وتروحون شركات يطلعون بره الكويت طبعا اريدو قاعد تبدع بقطر زين قاعد تبدع بالسعودية السيسي قاعد تبدع بالسعودية راح يقول لك الكويت مكانك راوح الفلوس مقاعد يأخذونها واشتراكات راح تكون غالب مجبور تدفعها ومالك حق الطالب انه يكون عنده تنزيم يقول لك عنده تنزيم يقول لك دبر عمرك فاذا احنا ما وقفناها من الحين مع السلامة يا اخي انا اذا كلم قاعد يشوف تغرير انه بالهند وباكستان قاعد يمشون سياكل على الماء على ضغط الماء نضع الماء فيصير الضغط ويمشي فالناس قاعد يشتغلون قاعد يساوون احنا كطبعا محتاجين قاعد يساوون احنا مو محتاجين الحمد لله خير موجود بس انه خنفكر بالشغلة هذي ازين الحرارة مادا موجودة يا اخي قاعد اقول لكم في حندنا مكان مثلا احنا مو شغلتي الاختراعات يعان فيه اشغلتي بباري بس مو شغلتي ما عرف لها ما عرف اسفسياته ما عرف شيء بس انت عندك مع احد ابحاث يسوي شغل هذي عندنا مهندسين اذين خليك مع احد الابحاث انت كمهندس كمهندس ميكانيكا مهندس الكتروني مهندس شيء فكر سوي لنا شيء والله الناس راح يلون معاك ما اقول لك لا جهاز 5G تاخذ زين حق الجيم حاليا ZTE برو 2 خالص ZTE ممتاز بس ما تستخدم حق الجيم بروحه ما في جهاز تستخدمه 5G حق الجيم بروحه لان اسمه مودم بعد المودم لازم تحط شيء اسمه راوتر فبعد ما تحط ZTE وتشوف المكان الممتاز عندك ساعته لازم توصل لجهزة اللي هم الجيم اسوس دي بي لنك عي جهاز جيم اشيس يعطيك شيء ممتاز حق الجيم بس اهو بشكل عام تلازم يكون عندك حاليا احسن شيء موجود ZTE لان برو 2 خالص بشكل عام وZTE مستقبل هزين يعني حق سنتين ثلاثة اليهائيين دمجي شبكات 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 هذه موجودة فيه برو 2 خلاص يعني اتوقع حق السنة هذه اخر سنة له سنة اليه ما راح فيدنا بالموجات اليهائية اللي راح في سنة اليه وراها فهذا من شبكات جهاز ZTE حاليا الثابت من المتنقل وقل حق ناس ZTE اي خلش ما يخذي لي المتنقل المتنقل مو حق البيت عقبار البيت واذا امورك طيبة تقدر تركبه بروحها زين وتلعب هاذا امورك طيبة خلاص اذا لا بان ساعتها تحب تجعز البيت عزو غالي الفولد شوف الفولد والهواوي انا رحت شفت الهواوي بلغانه وشفت الفولد الهواوي وايد حلو راوعة ما اقولك لا بس في شغلات مثل الشاشة كما تمسكها يعني تمسك الكاميرا اصابك تحوش الكاميرا وهذا يعني فيها شغل هذه يعني تصوير سيكون لديك مشكلة العيب الكبير او العيبين الكبار في هواوي اولا ما في 5G وهذا عيب كبير ثاني شغله ما في وسعره الغالي 600 نهار يعني 600 نهار اشتري فولد 5G كما تمسك الكاميرا كما تمسك الكاميرا يعني انا دائما نشتكي بالفولد عندي فولد نشتكي من الشاشة الخارجية صغيرة مع ان فولد 2 اكبر من فولد 1 فولد 2 و 3 نفس الشاشة تقريبا فهم الكيبورد شوية تعيس ولكن اخر مرة اللي اخذتها كانت شاشة وائد متازة الكيبورد مرتاح فانت اصابك تكتب وانت مرتاح خصر احنا العيب اصابعنا كبيرة يعني تشوف هذا اصابع ادمي خباز المنفى اللي تصير الانحى اصابعنا كبيرة فانبي شيش يسمع يكتب عدل فالشاشة صارت زينا ففولد 4 ممكن يكون زينا شاشة عندك البطائية تكبرت صارت احسن بس عندك مشكلة وحدة اللي هو ما ادري انا عندي شغلة هادة موجودة طبعا لان احنا نقبل الكويت هم بعد الحرارة فحرارة ترتفع اكيد حتى الايفون لان تكون اطار المينيوم فاليطار المينيوم يحتر بسرعة اللي يكون اطار بلاستيك اوكي بس اماكن الحديد تحتر يعني مضطرنا يكون في حرارة غير شديد جهاز الفولد خصوصا فولد 4 ضد الماء عندك الغلم اللي استفادة اللي في ويد متازع انا متن شهرتين اللي ويد يعني اتمناهم تكون عندي اللي هو القلم اللي يكون عندي اللي هو ضد الماء بس من فولد 2 براح اشتري فولد 4 برايك شوية لان انا ابي القلم من الجهاز نفسي لان بروحك ضخم احطه بعد كفر احط في القلم شكوبرا بحيصير كبير بس ما ادري اذا هل سامسونج يفكرون يحطون شاسما الغلم جز منه او اللي يحبون يبيعون هذا شيء يراجع لهم انا قيل لها كذا مرة وراح اقول لك ياها وكذا لافهم بعد قلتهم اي راوتر مو من عندي ما ابرمج بشكل عام ما ابرمج راوترات ابرمج راوتر من عندي لان ابي تأكد بشكل عام ما ابرمج بشكل عام ما ابرمج اي راوتر مو راوتر فالي عنده فولد 2 من يقدر ينطر مثل فولد 1 ما كان في 4G يعني حالة حال الهواوي اللي يديد للأسف شوف الهواوي حلو والله شفتها حتمت بطلة ما تشوف اعمالية الخط السكريم حتى هنا الخط مبين مبين معي كل شيء سلفت الخط اصلا ولا مهتم لها بس يعني تحسها شوي خفيف وهذاك خاف طبعا اكيد بس شبكة شبكة ما عندك 5G يعني انت جهاز هذا غير شيء بطل معك 4-5 سنوات مثلا انا عندي هذا 4 سنوات يعني 4 سنوات انا عندي ابدات الجهزة الديدة 5 سنوات ابدات يعني تشتري فولد 4 لبعد 5 سنوات انت عندك ابدات ابدات هذا شيء جيد الآيفون 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 نوكيا نوكيا قبل يضع لك نافيكيشن بجهاز يضع لك الكاميرا بجهاز يعني يعني اذا بي كاميرا ونافيكيشن يجب ان يشتري جهازين يجب ان يشتري جهازين لماذا؟ فهو نفس الشيء يمعقيدين؟ يمعقيدين 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 الآيفون 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 تحاولت ان اشتري برامج عيالي لا يوجد يوجد ان اشتري برامج تعليمي لم يكن لديه الآيفون يأتي بها يجب ان اشتري برامج عيالي في شهر 9 يبدأ الحب يصل لهنا حب 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 لماذا ينزل الآيفون الآيفون سامسوك احنا ساكين لا يجب ان اعطينا لا يجب ان اشتري برامج عيالي احدهم تعيسين سنرى الماء لا يجب ان اكلم ايفون ما بي خلي حقك ما بي كانت لدينا بالتعليبات على ان ناخذ تودية السوق نهام الغانم نحسم البطاقة ننقل الغانم نطبق نحن الفولد 4 حافظووا ان شمال ابنت لك العافية راوترات 5 جيجا تنزل أجهزة لكن الأجهزة التي متوقع أن تنزل بشكل كبير أو بشكل مختلف قليلاً في بداية سنة الآية نهاية السيناري الناس ما قلت لكم ممكن بالله بالإطاف الذي لم تتابعني نحن السنة التي تعمل فيها الشركات شهر 9 بداية شهر 9 بلشون شركات تعمل بشكل جدي سوف ترى العروض سوف ترى الجهزة سوف ترى حالياً حتى لو لديهم شيء لا يوجد أكثر المدراء أكثر الموظفين إجازات 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 شهر 9 بلشون عدل النور من نورك شهر 9 بلشون عدل فتوقع من بعد شهر 9 بلشون شهر 10 11 بلشون الجهزة تنزل شوية شوية أكثر من أشياء فلنشأت مصدر البعض أبراج يعطي شوية سوف أكبر مكتوب فلنشأت مصدر البعض كما تبدأ في المعطقة لا يرغبون الشخص من الناس. والسبب الإزالة له صحي ولا شيء. سبب الإزالة بس جدي. اللي هو عملية تسالفة اللي هو تنظيم أو ما داشتنا. يعني كلها خرابة. شيء جدي ما في شيء. مثلا قلت لك. أنا شلت البرج ليش? لأن ما يصر تأجر أن تدفع فلوس على تعطي فلوس حق راع البيت. حسد يعني أشكاره حسد. كذلك. خليك أنت راع البيت خذ شلت من البرج ومتحط البرج. قل لي. لازم شركات يقول لك. قلت عيدة مرتين حق الناس. يقول لازم الشركات يفكروا حل شيء. يفكروا لك درون. درون. إذا البردية لم يحطت لك مكان التأجر فيه. ما تفعل؟ قل لي. مثلا في ناس يقول لك. مثلا أنا نحمد فريجة. لا يوجد برج. يعني أحاول لأن بيوت مراضي يضعون. يعني أقول لهم مراضي يضعون. بس لازم فريجة يكون فيه. لازم كل فريجة يكون عندك برج. ما تفعل لك. أنت ما عندك أرض. وهم تحط البرج. فهذا المشكلة حتى لو كمثلا. أعز الغالي من عندك يا راح له. أمراكات تصوير عندي واضح. بس ما أعدل. أنا حتى حط لك الإضاءات بطعيني بطع. ومراكات تصوير عندي كالصورة زينة. حسنا بروحنا نجياكر بعد تصوير مواضح. ما نبلع بعدين. فهذا من ناحية الأبراج. تكلمنا عنه مرتين وثلاثا بعد. وهذا. إن شاء الله ما توصل مرحلة أن يزيلونه. ولله إن شاء الله هل راح تصبح مصيبة عندنا. راح نصير من ناس. بدأ ما كنا تذير راح نرجع مرة ثانية. حق كل اللي سويناه. كل اللي تعبنا. كل اللي. من 2019 للحين. يعني نشتغل عليه على الفايبر تطورناه. عدلناه. حتى التليفون تعدل معانا. كالوبر واي فاي. سيرفيس التليفون تعدل معانا. كيف يصار تمام. تحل أرجع مرة ثانية حق. شرات الغديمة. أوك. البيوت اللي عندهم فايبر. قول مثلا. سهلات معها. ما عندهم مشكلة. والبيوت اللي ما عندهم فايبر. شي سوون. وكثر اللي كنت ما عندهم فايبر. شي سوون. ما يصير. فلازم عندنا حل. على الفكرة تقول مثلا. شركات ما يسوون. شركات ما. لازم لأقول الحل. تلا شركات 24 ساعة. قاعد يقعدون مع الوزارة مع البلدية وسؤال. فهذه يبون لأقول حل. يبين لأقول لك شي ثاني. مثلا. الفلوس هذي. ممكن نحطوه بالمسيد. المسيد على المنارة مرتفع. فممكن نحطوه لكيه هناك. بالمنارة بالمسيد. ممكن نحطوه. وتصير الرأ. يعني. ما بالغتروه حق المسيد نفسه. يعني. مصاريف حق المسيد. لهذا يسوون لكل الدول العالم. حطوه مكان مثلا. به المكان هذا. فلوس هتروح حق نفس المكان. نفسه. حق شي نفسه. بقول بيوت مثلا. حق صاحب الليت. عليه بالعافية. عليه بالعافية. نحن قاعد نسفيد نتو. عليه بالعافية. لأ أنا ضد. حتى ما شنو حاطك. أقول للأسف. حط تليب الصورة للأسف. لأنني أنا ضد مع شيرة الأبراج. لأسف. نهاية ما قلت لأسف. نهاية ما قلت لأسف. وهم حاطين في البوست. كاتب مبروك. كاتب البداية من الشيطة للأبراج. أنا مو معاهم. وكاتب للأسف. كتابة كاتب أن كل شيء مو معلنة. حتى شيرة الأبراج ما كانت زارت صرحة فيها. وما دخلت وزارت صرحة. لذلك فقط بلدية والكهرباء. الكهرباء يقول لك أحمل الكهرباء. والبلدية تقول لك شكلها مو حلو. حاج شون شكله حلو بالدير عشان تقول لك شكل هذا مو حلو. فضح لي. شون شكله حلو. تمي يحطو لك نين يحطو لك فوق البيت طير. وحطو لك على الريل. أو أخل اللي بعدين حماقة ما يحطو لها. لا يحدث. الشبات ممكن بس شبات الحجية مستوى أقل من البيت. بعد أن تكون لك شركة أو وزارة الكهرباء أو مادر الإشغال أو شيء مادر من ركب شبات. رفع شبات لأعلى من البيت. والبيت كما رفع كما رفعنا الشبات في فوق لكي نضع في هذا. ففوق البيت كان حل ود ممتاز. يعني يغنيك عن كل المشاكل اللي قاعد تصير. فوق البيت. وعليه بالعافية. مشكلة إنه. شيلة الأبراج. حسد. والله ما أشوف شيطان غير شدي. جيرانك شتكون عليك. والله ليش أنت قاعد تأخذ فلوس. الشديق قاعد يقولونها الناس. هذا قاعد يأخذ فلوس. هذا الشديق قاعد يسوي. حاجة قاعد يأخذ فلوس عليه بالعافية. بأنت ما قاعد إياه عندك نت. وتلاقي المشتكي. الله يحفظه مش شيء. لو الشاي بصلا نتيج تقوله مثلا. تقطع لنا النت يومين. يعصوا بصارخ. اه أنا ليش أنت وصل عندي. زين أنت اللي راح مشتكي. فشيابنا يعطيك من عافية. أعزاكم على القوة. بس شوي شوي. جيل نجيل. يابي نت. شغلك مع عمرات الكلا بنت تعمي. فشوي شوي. هدي علينا شوي. ايه في شو في أراضي تكون موجودة تقدر تحط عليها البرج. بس في فرجان وفي أماكن مسكرة. يعني في فرجان تكون الفريج بطن وظهر. وفوق هذا السكان في وايد. فما البرج ما يغذي. يعني البرج يكون بعيد. فتحتاج يعني أسهل طريقة وأحسن طريقة. بكل الفريج يكون حاطين عندك. وحتى بالفريج. عندك في الفريج. في شيء اسمه جزيرة. الجزيرة شنو هي اللي تكون مثلا. بلي غرين المواقفة اللي بالنص. عندك الفرجان اللي يديدة. مكان اللي يكون فيه اللي هو محول الكهرباء. بكل الفريج فيه محول الكهرباء. تخيل كثير من الناس زادوا. صار بكل فريج فيه محاول الكهرباء. قبل محاول الكهرباء. ويضعون لكم بمكان يغذي لك. ست سبع فرجان. اللي حمي كثير منها زادوا. الناس كانوا يضعون لك بكل فريج. محاول الكهرباء. نفس الشيء. انت تحتاج. برج بكل فريج. عشان يغذي. فهمتني الفكرة هذه الفكرة. وتعالي شغلة احنا قلتكم عن 5 جي. بعد ذلك نعمل 6 جي. اللي تحتاج حتى دريشة تتغير. تصبح دريشة عبارة عن محاول الكهرباء. فتخيل الشيء الذي يحتاج. طبعاً. كل 4 جي. كل 4 جي سيروس ممكن يمشي. ولكن 5 جي نهاية ما ستعدل معك. تطعيم. لا. تطعيم الثانية الثالثة. لا تطعيم. لا تطعيم. فالنطعيم الثالثة. يا ويلكم. سوف تنقلبون. ما اسمي يقلب. وعينكم أخضر. والله صور حلو. والله صور خضر حلو. لا نقول لا. والله إيه. تقدر تسحب فايبر. يعني كيلو. قاعد تتكلم. يعني تسحب فايبر. ماذا تسحبها تقفى. تسحب الكيلو. على الأرض. يعني تسحب الأرض تسحبها. والحرارة. بها ديرها بالحر. سيحترق الكيلو. ما تسبب أمراض. والله ما تسبب أمراض. لا. ما تسبب أمراض. ما في امكاني حتى. شعرة. مو واحد بالأمياء. شي. ملي 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 ما في. يعني. داتو زير و زير و زير و زير وان. ما في. ما تسبب. حجي بودر ريحال يسبب. بودر ريحال يسبب سلطان. هذا ما يسبب. ما له أي شكل. وهذا قاعد تتكلم عن. مو رادياشن. أنا أتكلم عن موجات. الموجات و غير. والردياشن شي ثاني. الردياشن و الأشعاعات. والردياشن و أنت لا يشغل بأشعاعات. و لا يشغل بأشعاعات. هذا موجة. موجة. تبع الFM. موجة تتعلم الFM؟ الأشعاع الFM و تقوم بتجرام. أخترق الطوفل. هذا لا يخترق الطوفل. ما يسبب شي. انت تخاف من الFM. و تأخاف من هذا. يجب أن تزيد يجب أن تزيد شركات الاتصال يتحدثون يتحدثون منذوبين يتحدثون مسؤولين لكي يتحدثون مع الوزارة ولكنك ليس لدي القانون رسمياً ليس لدي القانون نفس حال حال الأجار أنت في البيوت التي تأجرها لا يوجد قانون الأجار تدري؟ أنت عندما تزيد لأبراج تذهب وتطرد الناس من البيت يحق للوزير أو أي شخص يطردك من البيت ويقفع عليك الكهرباء لماذا؟ يقول لك مثلا البيت هذا مأجر السكن الخاص لا يصير تأجر فيه لكن الناس لا تقمط عينك عن الأجار يقمط عينك عن النت نفس الشيء يجعل النت شقال نحن قلنا وطالبنا أن نشيل مقاويات السيرفيس التي تؤدي الناس لماذا؟ نحن قلت لأبراج تطرد شيء نطلب شيء أو شيء لا يدونك سوف تكون مقاويات السيرفيس ومقاويات السيرفيس التي تعرف أنها لديها مشاكل وعرف أنها لديها مشاكل وعلى الأقل هذا برج مرخص لا يوجد مشكلة لديها مرخص وشركات تضعون لكم على 16 ألف دليل لأنها لديها مشكلة هذا يبقى لك مقاويات السيرفيس لا تدري عن شيء نحن نحن نسوط إذا نصوت يعني انتخابات والذي شرع منه والذي يضع القوانين منه والذي قبل شوية مع شخص يعطي العافية والذي يضع القوانين الألزامية للدولة منه مجلس الأمة نحن نصوت ناس شباب ناس بعيدة عن مشاكل ليش فلان رئيس مجلس الأمة؟ أو ليش فلان؟ صار رئيس مجلس الأمة بتصويت هذه المدينة غلطية؟ نحن نحن نسى الموضوع نحن نحن بشيء ثاني نحن 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 تأنهي مجرس المقالله وevenوز الله فلا نحن نحن نعلم تعدل الوحق من المحن يلعب أولا انهى يします عليك لا traz ذلك ، أدو invade الهيخ فإذا encontجتم الجهاز بجميع سيكون عندك ممه Brazilian لديك أفضل واحد يضبط لك الشبكة اللي لديك مشكلة كافة كافة تودش أفضل أصغر مسافر لحي دعني أرجع من السفر ومزلطوا كيف؟ دعني أعدل لكم 5G دعني أبطل أكل وسوي لكم الأبراج ففي لها حلول أن تعدلها بس أن تشيل الأبراج هني راح تلعندك في مشكلة كبيرة يعني كل التعب التعبنا سوف نذهب حباء من الثور سوف ترجع بالسلامة عبد الله لا ترى انت تقعد على الجارة قليلا تقعد 4 أو 5 سنين صح؟ ويوم يومين فهي تحل مشكلتك من الحين يعني تركب تضع الجهاز في مكان صح شي تبين أمرك اللي بيتها في حصدك لا يوجد مشكلة الكثير من قالوا ما عندنا ما عندنا ما عندنا وسيرفس عندي تعيس فقط أغير مكان الرافتر والله بالغرفة عنده حطني شباح السلامة حطني مكان الثاني مع سامة الإجار حتجي مو يوم يومين لقاعد سنين أنا أشوف بشكل عام شهادتي مبرمج فقط أشتغلت بالشبكات فأعتبر جميعا أنا جامعي مبرمج وعندي دورات يعتبر اسمي مهندس شبكات لكن لا يكتبون مهندس شبكات طبعا سابق أنا حاليا مدرس سابق كنت مهندس شبكات بشكل عام شوف صراحة أنا عندي بالبيت على الدور الأول بالتليفون لا يمكن أن يقوم حاطرها ترفوق وصاحب الكابل لأيتها يلا الحمد لله هذا أهم بشارة منك إنه ما سوف نرى الحمد لله عبدالله نس ما قلت لنا المشكلة إنه تصير اللي قاعد يصيدك يقولك إنه هذا السكن خاص ما يصير تأجر ونفس الشيء إذا أنت تشيل الأبراج شيء اللي يطرد الناس من شغيقهم لأنه حتى لا تأجر حقي شغيق العادية فيا تطرد شديد 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 يعني تغمض عينك على اثنين يعني تبطل عينك على اثنين الله يعافيك القراطر حق 5G للحين البروتو لكن البروتو خلاص هذا التوقع سنة حقا سيكون كيف سيدنا سيدنا انت بعد بروح أقول اسمك سيد لديك حماية ما يحتوي شيء اسمها الطائم لكن طائمنا خلاصنا حدي طائمنا تقلطت إيادينا وخلاصنا طائمت مرتين وحشيتني كوروناس ودحتني بالأرض لماذا طائم؟ لا أعلم لا تحوي شيء ولكن اسبوع لا يستطيع حركة صباحا الليل سأتكلم صباحا هنا تعذبت إلى عام حسنا حسنا من المشكلة من الأوقات من المشكلة من المشكلة لا يوجد المشكلة لا يوجد المشكلة يجب ان أتفتح قمت أتحرك بالبيت أين ما أبي وتلفون شغل قبل كنت لازم يعني دريشة لزق شي اسمت إذني على الدريشة و أكل من الناس حين حجت كانت أتحرك بالبيت صار بيت مريح واضح تحسب راحة متعدل معك السيربس بعد سؤال شي برشلونية بعد شهر من المبارا لا أشغل فايبر لا أشغل فايبر في تغطية 5G أكثر أكثر أماكن شغال عندك مثلا البيان لديهم البيان فيها ما يسمع فايبر فيها أماكن ثانية لا أشغل مثلا أصلابي خاط أصلابي خاطر أصلابي خاطر أصلابي خاطر أصلابي خاطر أصلابي خاطر هذا المباراة شبعان مدريد باتشر باتشر بلجنا المعركة عربية مقادسية برشلونة عربية برشلونة و ريال مدريد بلجنا الحي بيان أريد و حجي بيان أريد و أنت تضحك والله سأعطيك سراعة ممتازة و غير مكان الراوتر و عندك مشكلة يكلمني واتساب أنا قاعد أمرد ناس كلهم و أرى ما لديهم حين صار لي يومي ثلاثة لا أستطيع يكلمني شكل المسافرين و عنده واحد منهم شوف فت تي ار هو فايبر داخل البيت كمبلغ كمبلغ غالي يعني سراعة الناس و حلو و ليس حلو يعني اوك لو عندي سرعتي 1 جيج اوكي ممكن أقوله بمثال بس إذا سرعتي و ليس 1 جيج لا أعلم الكابل كات سيكس يعطيني نفس الأداء صح؟ شكل حلو اوكي أستفيد من FTTR مثلا عندما نبركب 6 جيج عندما سرعتي تيرا بايت لأن الفايبر يعطي تيرا بايت بس بشكل عام ما شفت يعني عندما كلمتهم قالوا لي الفكرة ما عجبتني الفكرة على رفة ما كانت حلوة جابر علي زينة والله جابر علي قصدك أنت اللي هو شاسمان جابر علي The Sobligrain أنت غصدك عليه The Sobligrain The Sobligrain The Sobligrain ويد زينة ترى يعني قاعد لدي ما اسمه أريدهم قاعد لديهم زين ما عندهم مشكلة لا هي هي Data Transfer Data Transfer سأكون لك ثابت شاهدوا عندما يكون لديك فايبر يكون لديك لديك جيدة يعني داخل البيت لكن في مصر 5 جاعة على الجهاز اللي عندك لديك لديك لا يوجد مشكلة حسنا نتكلم معنا جهزة الاسوس جهزة الاسوس جهزة الاسوس لديهم بالواي فاي واي فاي نغل البيانات 5 جاعة اللي هو 6600 اللي 11000 المش اللي يعني اللي ديد اللي خرق 10 جاعة ترانسفير ريت بالشي اسمع بالواي فاي في الواي فاي نتكلم واي فاي مو كابل فتخير أنا نركب واي فاي و 10 جاعة شي غوي اقوى حتى من اللي قاعد يقولوا ليا بالفاي فر لنعطيك 1 جاعة وعلى الفكرة FTTR عبدالله عندما رأيتها بالسيطرة الفكرة هذي موجودة من زمان في أمريكا حتى واحد من الفيديوهات رأيتها مو قديم اللي مغبر ومستنس انه قاعد يوزع سرعة النت 100 ام بي يعني ما كان دهداعي يعني عرفت يعني اوكي هي حركة حلوة بس ما له داعي الحين ما له داعي لأن سعرها غالي الحين سعرها غالي حينة وإذا كنت تكلم عن الملهمان 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 مبعد زينة Virgin Virgin STC STC مكشخها هذه Virgin اذا كانت Virgin STC مكشخها هذه نمس السؤال سألني مرة ثانية وابح السؤال اوكي وابح السؤال في السؤال 42 ديارة بالشهر أوكي اوكي اوكي اذا ما راح يشعروا منك التمديدات يخلنا تردد هذه المالتك أوكي تمام ما اقول لك له بلعكس حلو سألني سألني سنتين بعد صح؟ 22 على سنتين يعني نحن تكلم عن 200 و اوكي نتمنى لك ما هو 400 و شيء بالسنة راح تلمعك بالسنتين يعني تدافع 400 و شيء غسموه لك اهم ايه ما راح مدد لك الافضوية داخل البيت يمدلك فيبر اللاتنسي ممتاز ما اقولك لا يعني من يتكلم عن الفايبر من يقدر يقولك والله الفايبر مزين بالعكس الفايبر ويد غوي ويد ليتنسي احسن ويد افضل 22 شهرية مدة سنتين الشيء السرعة الفعلية حق الFTTR على حسب سرعة نتك اذا انت فايبر 200 ام بي سرعتك 200 ام بي واذا انت 5 جي راح يعطيك 5 جي ها السرعة اللي انت عندك لا لا انا كنت مع اشوف اريدو انا كلمتلك العمق دي الشيء تبي العمق ماله زيان لان موظفين كانوا ربعي كانوا بكمس قبل زيان فاللي يصير ان هم راح يعطي كلمة منهم شوف اسمعلي هذا كلامهم احنا ما نشغل بالصورس النت اللي عندك احنا عندنا بالبيت نعطيك فايبر الصورس النت اللي عندك كان فايبر 200 ام بي راح يعطيك 200 ام بي كان 5 ج راح يعطيك 5 جي كان 4 ج راح يعطيك 4 جي كان دي اسر راح نعطيك دي اسر احنا عندنا داخل البيت نعطيك فايبر هذا الكلمة من اللي قاعدين يراكبونا من الناس اللي قاعدين يساوونا ما لا يشغل الماركتين ما لا شيء يعني التركيب هذا فيقول احنا ما نشغل نرى كلمتهم نسمعها قرب بالحرف صورس النت مالهم مالك احنا ما يهمنا يهمنا داخل البيت نعطيك فايبر ما صورس النت؟ انت واللي عندك احنا ما نشغل هذا بالضبط كرام الريد احنا ما تريد احنا ما نشغل شخص لا عبدالله قاعدين يقولك انت عندك 5G سوف تضعونك 5G وما لنشغل نهايية هو تمدياتهم بس بالبيت في هذا الشغل لحطة الرافترات قاعدين يحطون لكم مو رافترات بالبيت يحطون شيء اسمه ONT و subO8 ONT يعني أكثر من نفس بوكس الفايبر الذي يضعون هنا وهو 1 جيجا بايت يوزعون لكها بأكثر من المكان هذه هي الـ ID المالة الهواوي OIT و Sub-OIT أداءهم ليس جيدة في المنزل أداءهم ليس عدل، ننقل البيانات ممتازة، أنت لازم تضع رفترات أو ليس لكي توزيع لديك لأن أداءها في توزيع البيانات ليس قوي يعني بعد أن تضع الجهازين تسحب الممكن تضعها في الاسوس و تضع شيء آخر شيء أعطيك عدل، تشبك عليه على طول، لكن يجب أن تكون أداء أفضل، يجب أن يكون لديك راوتر Gamer يعني رجعنا حق ضيريالي، لم أفرقت معانا راوتر الشركات لا يمكن تركب مع أي راوتر، لا يوجد مشكلة لكن راوتر هل هو يشتغل مع موجات الكويت؟ هذا يتأكد مننا، هل يشتغل مع الكويت أو لا، هذا يتأكد مننا وعلى الفكرة عبدالأصر الذي يحدث هو أنه يقولون جيجابايت هو ليس جيجابايت، ولن يضع تيرابايت يضعون جيجابايت، ليس جيجابايت، مثل أننا في السرع لدينا جيجابايت صح؟ هل يقولون جيجابايت جيجابايت يعني نقل بيانات، يعني أحد تيرابايت وصح، الفائبر يعطيك أحد تيرابايت أنت عندك الكويت سيكس، يعطيك 10 جيجابايت لا يعطيك 10 جيجابايت لا يعطيك 10 جيجابايت ولكن هذا الفائبر صح، يعتبر وايد غوي ولكن مقارنة باللي، اللي يتعلمون والله وايد شباب روحت لهم، أشعر الله يتعلمون ما يفعلون ترمينات بعد ذلك، أضعت جهاز ترمينات وضعته على زاوية لا تعبث في وايد ولكن الياي لازم يسر بالبيت عندنا فائبر، ليس الحين في عام 2021، في عام 2021، حتى أصبح مهندس، قمت بعمل موضوع هذا لأنه حق السيكس جي، لأن السيكس جي، تيرابايت ميجابايت، جيجابايت، تيرابايت، هذا الدنيا تطور ليس الحين، يعني، في هذه المبالغ، أريد أن نعمل بأسرار أرخاص نسبة أن الناس كانوا يركبونهم كاتف 5 بدل كاتف 6، كانت ميت أمبي نحن نزل عندهم 5 جيجابايت، فتحت عينهم، لأننا نركب كاتف 6 بس كاتف 6 خدمك 10 سنين وعلى فكرة النظام التركيب، مثلا هم قد يضعوا لك عبايب التليفون بحيث لا أحد يجيسهم، هم قد يضعوا لك على الطوفق يا فوق، يا تحت، في عندك رزق أنه ممكن انقطع هذا خاصة عندك ما شاء الله يهال شياطين، أو عندك نفس ما عندك قطو عادي ممكن تشمخ وتقطع بسبب الموجات؟ الأخصاص هي عبدالله أصغر، وهي يعطيك أفضل مني، أنا لم أتعبت بالموجات كل شيء نعم، 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 نعم بنك زيرو، ماذا ما عندك بنك زيرو؟ إن أنت بتكلمي كهندسة بنك زيرو، يعني أنت لا تلعب، قلت لعب أوفلاين أنت لا تضعوها بعد فرغة اللقاء اللعبون جيم مع أوليدو، تقوموا الحركة، وهذا كان ضحك داش كرياتيف، زين فورنايت كرياتيف، بنك زيرو، بنك زيرو، وشاء الله اللغة ما كملوها لأنه مندشة والناس معه، صعد عشرة، صعد خمسة عشرين، صعد عشرين، كان ستيبر على العشرين، أنت بروحك، بكرياتيف سيأعطيك صفر، بس إنه مندشة معك أحد ثاني، راح تلاقي عندك ينزل أو يصعد معك زيرو أوفلاين، حتى أنت في البيت لا يضع معك، فصعد، أنت لديك الباب جي، أو ليس بباب جي، فورنايت، أكثر شيء، كما عن زيرو، فورنايت، فورنايت، سيكون لديك فايبر، لا أريد الناس أن يكونوا 18، ولكن في الباب جي، نحن نأخذ عشرين أمبي، أنا سألقابون على عشرين أمبي، سألقابون أنا أراه أنت لديك باب جي عشرين أمبي، ووالدي شابك، ويقوم بتلعب فيديو ونبدأ لديك متلعب مستعمل، ويقوم بتلعب شابها، وهي مطاحت فيها ليهال روبلاكس تلسل بلوك، تلسل بلوك، تفتحها تلسل بلوك، انت لديك جيدة ليهال الجيلة هذا هو مندد أن أصاك نيبلوك، إذا كنت أقوم بلوك، سننزل برنامج الـ Teeplink، فقط يسمى ساكني بلوك، بطلق في عمل العلمات لو انت محترفت على البنج سيكون عمل دائما انتعام ببنج في الارتفاع مع الراوتراك في لديك لذا تخيل ان تضيف على بنج الشركة أصبح بنج دولة لدولة سنشاهد بنج دولة. كل البنج يضيف عليه سيكون بيوق ما نفكر لا سألونا نشوفو أكامتين بلاك واحد موضوع عبراج البيوت موضوع بس السلفة اللي هو بلدية وكهرباء ما نشغل بالصحة ما نشغل بأي شيء ثاني عملية تراخيص مو أكثر بس عملية شائلتهم موعد راح تقدرنا كلنا ايه هندس الجبكات غير اتصالات وايد فرق اتصالات اللي هو قاعد كبير اتصالات 5G طبعا دشوا مع بعض مع النت لين يعني صاروا في امريكا موجود لتخصص هذا ولكن هناك اتصالات وشبكات مع بعض شبكات لكي تصنم شبكة بالبيت فشبكة شبكة سيكوريتي تعدل وهذا كلها عن طريق سيسكو وعن طريق الجامعات الجامعة تتخرج منها مبرمج اي تي اي تي اي هندسة كمبيوتر بعدين تدش تخصصات تدرس انت اونلاين اللي هو يكون سيسكو وشعرات هذي شون تصمم الشبكة شون تصمم الشبكة شون تفتك من الحاق وهذا غير وهذا ما نشغل بالموجهات كلها وفقت الشركة على واي فاي سيكس اي فالموجهات موجودة حاليا لكن تأكد الرافتر تشتري حول تشتري من الكويت لا تشتري من بره يمكن الترددات الكويت مصراحة فيها موجودة فاكذا يصبح عندك تضارب الرافترات الخارجية بالعكس مثلنا ما نقلل الواي فاي اللي هو 371 الناس هبوا فيه ورقبوا ليس لديهم مشكلة فقط اللي يحدث ان تشتري من بره شركة مايابو شركة زين وستي سي يابو يسمونه فكست هوم يربطونك بسرعة معينة ويسمونه ماي هوم اريد مايابتة لا نرى سرعات العالية فقط نرى تشتري من بره 371 كان يواصل واصل لكويت واصل لكويت 120 أول بدايته نحن الناس تذهب الناس 300 ديار ويشتري من بره 300 ديار ويوزع بالبيت بعد المبالق سيكون هناك مبلغ على الفاضي لكي نجد نجد اخذ راوتري اضع بيت الدري واسحب اضع انتنة من عبدالله اصغر وفق نفسي نحن تجربه مايهدد 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 ونحن تجربه بشكل عام فقط قلت لك مايهدد مايهدد واسحبه في جدا احسن تجربت الناس 500 لان احسن تجربت خارجي وغالي وانتنة من شهر لماذا مضع هذا؟ لا يوجد احد شرع من نفسه لان انت لا يدري عن الحرارة فأنت أهمشي أنتك بالكويت للحرارة أهمشي شوف شهادات الخبرة هندسة التصالات شوف بالكويت في عندنا نحن دبلوم هندسة التصالات إذا لم تتخرجون مادي توظفوا ذات مصالات أو هيئة التصال ممكن تأخذهم أو الشركات اللي هما زين أستي سي وريدو يعني أنت يحتاجونك ما أقولك لا إنه يطلونك دبلوم لكن عندما تتخرج أنت يطلونك فني إذا كنت تخرج جامعي ستصبح مهندس التصالات مهندس التصالات لا أدري ألاقيات مع أحد مهندس التصالات لكن لأن الـ 5G صارت وإن الاتصالات صارت وإن الاتصالات فهذا ما صار صارنا نهتم فيه كشخصة نهتم فيها لأنها هي نتصالة التصالات لدينا يعني أن ترى التصالات ليس فقط نت نحن نرى التصالات لكن هو نت مكالمات التشفير المواجات التي أعطيك ما هي المواجات التي موجودة نفس المواجات التي موجودة مثلا B1 B2 وشغلات هذه توجيه المواجات في لو ترى بالرسمات مثل خماسي أو شيء كذلك مع بعضهم يعني شبكات هذه الشغلات اللي هو يصير تكون شغلتك أنت أو أي برج يبث أو أي برج وشنو المواجات التي مسموحة المو مسموحة هذه الشغلتك أنت ستحدث إذا تخرجت الشعب لكن أين تتوظف وشنو تتوظف أي وزاعة المواصلات أي شركات الاتصال المفوضة يأخذونك أحد يقضب فالكل يأخذك حاليا لأن هذا تخص اللي ما يوقب وهذا تخص الناس كل يبونه إلا إذا لسنحنا صارت الحرب وطاعها بنتورك خلاص ساعتها اللي عنده شهادة هذه ما تفيدها من خلاص النتورك تصالك لها راحت النزل الزتئي بل الزتئي ما كان غوتر الخارجي يزدي نفس شكل هواوي بالضبط المربع بس ما كان قوي نفس الهواوي يعني هم الناس يا أبو كان يعطي 200 بي حدة فما كان قوي وما عد الصيف ما طاف الصيف المحترق نحن بالكويت أهم شيء قبل أن تأخذ أي جهاز تأكد أن يتحمل حرارة أو لا أو مثل واحد يقول أنا أشتري راوتر من أمازون راوتر كاتسكس خارجي نعم كاتسكس خارجي بل الكويت قلطان بل الكويت إذا لم تضع ثلعة ثاني الأخضر ما يفيدك أكيد عند أخوك مجموعة أحسن لكي تأتي يأتي منك أفضل لما تضع جهازك عند أخوك تسحب كيف للا عندك هنا يكون عندك ممتاز لأن أخوك مكانة زين فقاعد يأخذ مجموعة أحسن منك أعرفت أحسن منك هناك تضع يكون عندك أخوك أخوك مجموعة أحسن منك أخوك مجموعة أحسن منك أخوك مجموعة أحسن منك تبيض المناطق تسرع عنها ما تريد ت خطوك مجموعة أسلط وبعد أسبوع ي возможно أ rêve أجل ادتِ ذلك راوتر فوق وساحب طبعا راوتر حط مكان زين وساحب منه الكابل الخارجي بس شوي هذا يعني حاول كتر ما يقدر وقال لي راوتر في شي وما ده شون تشدي قلت لما يخاف رحت لحطيت لراوتر طبعا ما اخذ اسو لحطيت اسو الثاني قلت لشوف نفس السراعين كلم المد له الكابل مد كابل ثاني يديد طب مد ثاني سبعين وهو تشدي ما في مشكلة المكان اللي بالشمس الكابل كان لونه أبيض خلال سبوعين أصفر الجيسة لين 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 في التنتف شوف اسبوعين تنتف وقلت لها شوف شوف قلت لك عملا دات حطة بالشمس على طول شمس نهني ما شاء الله مفروض طلب من الطاقة نووية بعد الشمس معلتنا بس ناس مو راضي سيفيدون منها والله شوف لان انا مو بالاتصالات ما ادري بس اكيد فيه اكيد فيه وايد شركات اغفية ممكن حتى سيسكو فيه لها حتى سيسكو فيها تصلny انا ممكن استمتع comigo للتي بس راح من كاتب رائزن الأمريكية راح من تلك الأمريكي اكيد عندها تم ايش تلك شركات معروفة بلاتصال وهي مترولا نوكيا نوكيا مترولا ترمي شركات الكبيرة بالاتصال يعني شركة نوكيا أصلا بالأساس كانت اتصالة ملاحة كانت بالسفو انه هذا بعدين نسوي التلفونات فهي شركة شركة معروفة بالاتصال فأكيد عندهم مترولا يعني أنا حسب ما سمعت مواحد بشو قاعدة اسم أمريكا يقول يالهم الدكتور درسم شوي كان يدرسون يالهم مع المترولا من الدكتور موظف مترولا يابد لهم أجهزة مترولا الكبيرة ليه وصلت في موظف وقال لقد قمت بعمل هذا من الجامعة انتو اللي رح تسوينا الحين تلفون أصغر من هذا او رح تسوينا شبكات أحسن من هذا فمترولا توقع عندك نوكيا إيركسون وزين هذه شركات المعروفة يعني أنا عارفة بالاتصالات بس تخصصك تحتاج شوية تحوس يعني اللي إذا انت حاب لتخص هذا تحوس رح تلاقي إن شاء الله حتى لو كان شلدد ولله ما يفيد وهو شلدد يعب له وعادة موظف مترولا بس بل الكويت حجي انتك هتكلم عن الكويت الكويت حجي الكويت قاعد يقول طاغة نووية من الله عندنا الشمس بروح تغنوية بس لو مجسم هذه اللباحات ملوتنا عندنا لو يفكرون منها شيء يفكرون شوي راح يطلعون او مهندسين ميكانيكا او مهندسين معادلين عندنا مهندسين ما شاء الله احنا نقول شخص جهات الحكومة من خالف شوية نايمين يعني نراسة بس احنا كأشخاص اللي اللي حاب التعبث للشغل هاتي خلي سوينا منتج والله تلاقي الكويت كلها أخبر مننا خلي سوي منتج على الحرارة ما نبي شيء ثاني نحط ماء ينطبخ يغلي ويسوي لنا شيء يوفر علينا طاقة ما عندنا مشكلة ناس ما قلنا وزيرة كهرباك كل سنة يطلع لنا أحمال مرتفع أحمال غياسية كل سنة الناس قاعد يزيدون ناس ما كان ناس اللي حين وزارة الداخلية تقولون الزحمة مكدرة السيائر أكيد سيائر ستزيد يعني عندنا شارع تخطط خطط حق عشر سنين جدا يعني خلي الشارع فاضي يعني أذكر عندما أخذت إجازة تسع وتسعين الخامس كنا نطير فيه طيران كان فاضي الآن الخامس نروح نرى زحمة حسنا يعني المخطط الخامس من الأول كان مخطط صح ولكن وصل المرحلة الآن لازم أخطط شيء ثاني بالخامس الآن قاعد مثلا عندك أصبح تسعين بسرة فدايما نتديرها يعني نحن بشر وقاعد نتطور وقاعد نزيد فلازم نخطط ونطور ونسوي حق مصابل لا نقعد راحة لا يوجد دام لا يوجد دام لكي تشتغل ويعطي من عافية والإعلام يكبر الساعة فأدريهم يقول مثلا حمال مرتفع حمال مرتفع حمال مرتفع كان خطط كان خطط مرتفع هذه ساعة محطة يديدة محطة يديدة تكلفتها وضع تسلوبة يديدة للحياة ودائما نعلم لدينا مركز اللبحاث مركز اللبحاث المركز اللبحاث والدول العالم دول الفغيرة دول تعيسة ركبوا المنطقة المبادرة ونشتري منكم الطاقة الموجودة الدولة لا يوجد المزيد للبناة من الناس لتشتري بالطاقة لماذا؟ لكي يوفرونهم فقط على نفسهم يشجعون الناس لكي يركبون الناس حسناً سنتين يشترون بالناس و يحبون عليهم لكنهم يركبون المنطقة المبادرة يجعل الناس يشتري معهم بدون أي مشكلة فاكد تشجعون هذه الحركات يجعل الناس يضبطون يعملون و يدعون هذه الأمور غير مستوى حياتنا و غير مظام حياتنا السعودية تعبارك بيوم الليلة سوا حاجي قاعدين يخططوني سوا الليلة الحين يعني بلشوا فيها بس قاعدتوني الليلة انما كاروب منها وفيها غير مستوى حياتك غير نظام حياتنا هكذا شوف انا اقول لك شارلا دائما في شارلا تقول او انا دائما اقول الفلوس تحل كل شيء اذا انا دائما فيه فلوس انا ما قد يهمنا شيء والله يزيد والله يكفر الفلوس لكن بعد ما تقول ليه فلوس ما يحدث نبدأ واحد يضع اصباع بعين الثاني انت وانت 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 الدول هادا ما يقولك ممنوع الايد لان ليش؟ ان الشعب ما عنده فلوس فما يبيه شيء يسمع ما يبسر خسارة عندهم الحمد لله الخير موجود وانا نريد ان نساعد بس السولار سيستم مثلا تشتري سولار سيستم لا تأخذها ما تريد ان تفاعله ان يكون عندي غير الكهرباء هذي سولار سيستم انا في البيت عندي كلم اليد خلصت زي من زمان فبنضع سولار سيستم اذا ستركب اوين بتركب علي شيء شون بتسوي في عندك شركة تسوي اذا حال الشركة تسوي الخيصة وغالية فهذه الشارات اللي موجودة مفوض تكون شارة متاحة مثل قاعشو بنت تشوف واحد حاضلك بس مثل شيء عند الدريشة وبلاك على طوم البلاك قاعد يأخذ البيت فالسيستم الكهرباء عندهم في البيت سولار متحطه بالكهرباء ويوزع البيت فهذه الشارات الحلوة السهلة فنبي شيء تري مركز الابحاث هذه خمس مرة مركز الابحاث مركز الابحاث مركز الابحاث مركز الابحاث حياتنا كلها عليهم اذا بمستقبل حلو مركز الابحاث لازم يكون في ناس وعد زينين حيات توقع برشوني يتلعب اتشي خفوا المتابعين جمعنا ساعة وربع لانا بلشت من ساعة تسع لربع يعطيكم العافية اللي عند اي سؤال وعند اي استفسار يتابع اللايف مرة ثانية وشوف شو اشارات اللي ناقصة وشي اللي يحتاجها يعطيكم العافية وسامحوني إذا طلطت عليكم مع السلامة شكرا حق عبدالله صغر على الرد على الناس وساعدهم وشكرا على كل أسألتكم ويعطيكم العافية إن شاء الله راح يشوفك يعطيك العافية